اهلا بحضراتكم من جديد اهلا بحضراتكم من جديد اهلا بحضراتكم من جديد اهلا بحضراتكم من جديد احنا لسه يعتبر جايين اول سنة السنة في النادي انا والكابتن صالح وكملنا شغل الناس اللي قابلنا واشتغلنا على بعض القصور اللي انها في بعض اللعيبة والحمد لله قدروا ان هما يستوعبوا بشكل كويس وبشكل سريع وده كان عمل نتيجة بصراحة ملحوظة كبيرة بشكل كبير قوي فخلى الاداء يتطور ويبقى بشكل افضل وبشكل احسن بنملك مجموعة لعيبة مميزين وده دورنا ان احنا نطورهم بشكل كويس ونقدر نأهلهم لدولة الجمهورية السنة الجاي ان شاء الله كابتن صالح اكيد الامر مش سهل السنة اللي فاتت في الـ 2010 ما كانش بيلعب على الملعب كامل طبعا سن البلوغ التكوين العضلي التكوين الجثماني نوعية الشغل اكيد لقيتوا صعوبات في البداية لما بدأت اللعيبة دلوقتي تحفظ مراكز تقدر تشتغل في المساحة الكبيرة دي طبعا بالنسبة للمسابقة للموسم اللي فات كان عدد اللعيبة 8 وجون في التسعة اللعيبة بالملعب فده طبعا لما بتنقلهم لملعب كبير 11 ب11 نقلة صعبة نقلة كبيرة جدا اولا توظفهم في الملعب تكتك اللعب اللي بتشتغل به كل ده بيتأثر اللعيب يتأثر به في المرحلة دي فدبقى انت عايز تعمل توازن ما بين الناحية الفنية والناحية اللعب شغل التكتك بتاعك في الملعب فطبعا ده بيتطلب ان انت توظف كويس في الملعب تشتغل على اللعيبة بشكل مميز جودة في التمرين تشتغل شغل مهاري كويس تشتغل الحاجات اللي هي تقدم التكتك بتاعك بصوص الاستلام الحاجات اللي هي فيها تكنيك عالي عشان انا لما اجل اشتغل بتاكتك اقدر احافظ على كورتي واستحوص على الكورة والعب بشكل مميز يفيد فطبعا ده كمان متطلب ناحية بدنية اعلى اه طبعا لان طبعا فرق كبير جدا في مساحة المرحب مساحة وساحة مساحة وساحة فمحتاج مني اكبر كمان ايو بالزبط كده فطبعا ده كمان عايز شغل تاني وعايز مجود تاني تاني بس طبعا زي ما كابتان احمد قال احنا عندنا وفرة في اللعيبة عندنا جودة في اللعيبة عندنا لعيبة عندها قدرات مهارية وبدنية كويسة جدا كان محتاجين بس يتوظفوا كويسة نشتغل عليهم ازاي نوفر لهم بيئة مناسبة ان هو يد يطلع احسن ما عنده كابتان احمد انت بتقولي السنة دي يعني اول سنة مع الفريق او في الناد الاهلي ومع فريق 2010 محاقين نجاح ملحوظ يعني ثقة الكابتان بدرك وهو بيختاركو والنهار ده يعني ماشاء الله مقدين بشكل يعني مش اقول جيد لا شكل فوق الممتاز ووصلين فريق 2010 بيلعب كرة حلوة متصدر المسابة وماشاء الله عندكم مواهب كمان والله الكابتان بدر يعني بعيدا عن الشغل وبعيدا عن كرة فهو يعني حد انا بعتبره في منزلة والدي وانا يعني تعرفت عليه من فترة كبيرة فكان فيما بيننا اصلا نقاشات كتير في الكرة وفي التدريب فبصراحة حد مدرسة الواحد يقدر ان هو يستفاد بها بشكل كويس ويتعلم منها من خلال الشغل فلما جينا اشتغلنا وجينا تحطينا وكان دي كانت اول مرة وانت بتكلم دلوقتي بنعرض بعض الماتيريال وبعض الاهداف في الدوري الفرياء الفين وعش تفضل يا كابتان فكابتان بدر بصراحة مدرسة كبيرة فان انا اشتغل تحت يعني رؤيته او هو يدرنا بشكل كويس فده بيدينا اريحية وبنتعلم حاجات كتير من خلال الوركشوب طبعا يعني اللي كان هيعملها الفترة اللي جاية اللي عطرته طبعا المرض اللي كان بيمر به فده كل ده هلف مصر كلها قطلوا خدوا الامور واحدة واحد لا تلاقي راح المنصورة قطلوا للمنصورة عشارية طب ادي ومن ثلاثة اجازة بعد كده روح محافظة تانية فترة اختبارك لا كان داخل يعني لا هو ما شاء الله يعني ربنا يديله الصحة هو اكتف وبيحب شغل جدا ما بيحبش حتى الاجازة يعني حتى لما بنيجي ناخد اجازة يقول لك كان عدي اول اجازة فدي حاجة بصراحة انا بحبها فيه يعني حتى انا تعلمتها منه احنا بنيجي التمرين بتاعنا بنيجي قبلها تقريبا بساعة أو ساعة ونص على الال بنيجي نقعد نتناقش بعد وانخلص التمرين نقعد نتكلم التطوير الشغل التدريبات الجديدة طب نعمل كذا طب التدريبات الزهنية ازاي بتخلق تطور سريع للعيب فالحاجات دي كلها بصراحة انت بتتعلمها على مدار فترة العمل من خلال طبعا شغل الكابتن ودايما اجتماعاته معانا الفنية والحاجات اللي بيدها لنا بتقدر تطور وبتقدر تبقى لها مرضوط كويس على اللعيب فاندي كانت حاجة كويسة بصراحة كابتن صراح لما بفيه نجاح اكيد فيه منظومة بتحب بعض فيه ناس بتحترم بعض كابتن باد رجب لازم اقف عنده شوية ان هو زي ما كابتن احمد بيقول متواجد دايما في كل الاحداث بعد المباراة حتى لما بتكسبه ممكن نتيجة كبيرة ممكن يجي يقول طبعا هو كمدير فني ومتميز وعنده رؤية مميزة جدا في اللعيبة فيعني اي حاجة سلبية بتحصل ماشي عاجبه الرتم بطيء مثلا يقولك لا انت كسبت بس الرتم بطيء انا عايزي بقى الرتم اسرع من كده شوية يعني ما يبصش على النتيجة لا لا خالص النتيجة هتيجي مع اداء كويس دايما النتيجة بتيجي مع الاداء الكويس بس انا لو انا بكسب وما قدي وحش ونش طالع مبسوط من الماتش اكيد كابتن بادر بيجي على بيقولك لا النهاردة احنا رتمنا بطيء اعايز اسرع من كده لازم يكون فيه رتمة اسرع من ده كويس فعلى اساس ان احنا يعني نشتغل ونطور شوية في الجزئية دي طبعا مش اختلاف اللعيبة وفي عندنا لعيبة يعني التنوع عندنا كتير في اللعيبة بنعمل روتيشن بين اللعيبة وبعضها عشان ندي عدد اكبر من اللعيبة يلعب لان طبعا انت عارف زي ما انت عارف حضرتك ان عدد في البراعي دايلا شافوا الهدف ده كابتن أعن انت يا كابتن صلح انت بتتكلم في البراعي هدف من الهدف الحلوة ما تكبرين الصورة كده صامرة علشان نشوف الهدف الحلو ده وعندنا الهدف التاني ده طيب كبرين الهدف الهدف الحلو ده انتوا تلعبوا في الملعب اللي فوق اللي فوق هنا الرؤية وفتح لنفسه المساحة التزديد هنا اللي استلم ده صاوي استلم باللف بالدوران وماشاء الله تحس انه شغال بالرجل الاتنين يعني استلم باليمين ودخل ووسع لنفسه ووسع لنفسه من الحاجاتة كابتن السامة اللي احنا لما جينا ابتدينا شغل كان بصراحة كابتن صالح مميز اوي في الجزء التكنيكل وقدمنا نوزل ما بين الجزء التكنيكل وجزء التاكتكس وتحفيز المراكز والتحولات والضغط فكابتن صالح دايما بنبدأ مركزين على الفوتورك وحركة الرجلين وازاي تستلم برجلك العكسية وازاي تشتغل برجلك العكسية فده كان بصراحة طور لعيبة بشكل كبير اوي حتى لما بتيجي تديهم جزء تاكتكس او تيجي تتعرضوا لمواقف مختلفة فده بخلاص الولد تعود على الحاجات دي فبيبقى فكره موجود وزهنه حاضر للحاجات عاجبني انت بتتكلم العلاقة او انت بتتكلم بطول كابتن صالح شغله وانا كام تيمور موزعين الشغل هل بقى في مدير فاني يقولك لا انا بشتغل لا حلوة للحلاف كابتن صالح يعني سبب رئيسي من النجاح اللي احنا وصلنا له هو اللي دول كبير جدا لا طبعا الكابتن احمد يعني احنا في الاولى كابتن تفقنا على حاجة الولاد دول محتاجين ايه مرحلة جديدة بداية مرحلة جديدة من التمن لعيبة او جون للنقلة كبيرة دي فمحتاجين ان احنا نطور فيهم حاجات كثير او كويس على مستوى التكنيك والمستوى تكتك الاتنين مع بعض مرتبطين ببعض ماينفعش حاجة على حساب حاجة كويس لازم يبقى فيه بالانس بينهم توازن ده هيكون سبب النجاح مع التوزيف الكويس لللعيبة ان احنا نقدر نشتغل جماعي كويس معهم ده ابدانا في النهاية نتيجة كويسة جدا 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 طبعا الصبر مطلوب جدا في المرحلة دي لعيبة كتير وحطة الصبر ده عايزة وافعا ده في السن الصغار ده وانت بتعلم وبتكرر ممكن تلاقي ولد لسه واف نظر نتكون الجثمان الضعيف لسه عملية الملوغ ممكن تلاقي بعد سنة راح في حتة تانية ومهاريان بيبقى عالي عنده سرعة وعنده مهارة بس تكوينه البدني قصير جسمه ضعيف شوية ده لازم ازبر عليه خاصة لو عنده المهارة عالية ولو كمان عنده سرعة ده لازم ازبر عليه ليه بقى ازبر عليه لان ده بعد القوة بعد ما ياخد قوة هيعمل فرق كبير جدا ويبقى من احسن اللعبة الموجودة في الفريق بس محتاج وقت ومحتاج صبر دي هتاخدني بقى نقطة تانية لكابتين احمد فترة الاختبارات بقى وانتقاء اللاعبين وانتو كمداربين وقفين بتختاروا في الاختبارات في واحد يقول لك المدرسة انا عايز اختار الجسم الكبير اللي يقدر يعافر ويقاوم ويكسبني بطولة وفي مدارب يقول لك لا اللاعب ده رغم جسمه للا لا ده لعيب كورة اخده واصبر عليه وسطان والله هو احنا يمكن الفرقة الوحيدة اللي في القطاع اكتر فرقة عادنا في الاختبارات وصل الاختبارات يمكن عادنا لغاية موصلنا 40 لعبة الاربعين بدأ يتصفوا واحدة واحدة هو كان بصراحة كان كل نظرتي في الاختقاء اللاعيبة او اللاعيبة اللي هاختارها هي اللي هتناسب الفلسفة اللي هنشتغل عليها يعني برضو من كان من ضمن نجاح المنظومة او نجاح الفرقة ان احنا دايماً بنحب نلعب كورة وده اللي كان بيميزنا يعني انا كنت دايماً اقول لهم هو اللونج باس طبعاً ليه توقيته وليه وقت انا اقول تقول لهم انا بحبش اللونج باس ده يعني في اسوأ الحالات لو انت خلاص كلعيب مش لقي حلول فكان دايماً بدور على اللعيب اللي بيعرف هي لعب كورة دي كانت بصراحة كانت اهم حاجة حتى اللجوان او الحراس المرمى لدرجة ان مثلاً لما كانوا بيغلطوا بيجوا جوال ومثلاً بيعمل باس غلط في العمق او مثلاً بياخد قار غلط فكت دايماً نقول له معلش مش مشكلة بصراحة كابتن ابراهيم عبد عزيز و لما مشي برضو او موجود يعني هو كان موجود مشرف وموجود مدرب حراس للفريق لما جاب كابتن ايهاب بصراحة اللي اتنين قدروا يساعدوني بشكل كويس قوي وساعدونا في حتة اللي ازاي الحراس تقدر تلعب برجليها ونديهم الثقة وانه هو يشتغل ويغلط مرة واثنين لغاية ما وصلنا ان الحمد لله فضل الله تقريباً من افضل حراس اللي في القطاع اللي بتلعب برجليها م شاء الله سوى محمد عبد او حمزة او كريم او آدم اللي ارباها بصراحة يعني كان دايماً بنركز على حتة بتلعب برجليك ازاي زاي تبدأ الهجمة انت اللي هت هتوصلنا ازاي نوصل للتلت الاخير بقراراتك السليمة تمام عايزين نعرض جدوى للمسابقة مخرجنا سامير عكاشا واحنا بنتكلم كده كابتن صالح ما شاء الله متصدرين لكن في صعوبات اكيد في المسابقة نفسها ممكن يبقى فيه ملاعب طبعا النادي الاهلي ازا ما احنا شوفنا الملعب النادي الاهلي بيهتم بالبنية التحتية وافضل ملاعب ممكن موضوع التزوير والتسنين والاجسام الكبيرة تبان في المرحلة السنة دي قبل ما نروح نتكلم على الموضوع ده احنا بنستعرض دواتي جدوى لترتيب دور الجمهورية لفريق الفين وعشرة والنادي الاهلي ازا ما احنا شايفين في الصدارة لعب اربعتاشر مباراة فاسف اربعتاشر ما فيش تعادل ما فيش ولا هزيمة لو ستة وستين هدف عليه هدفين انتوا اقوى خط هجوم صح ما شاء الله واقوى خط الدفاع يعني في واحد ممكن يشتغل على النواحة الهجومية ويغفل النواحة الدفاعية انتوا برضو النواحة الدفاعية ازا الهجومية والله الحمد لله كان كل اي حاجة بتحصل اي تفصيلة اه انا عامل يعني تقييم بعد كل مباراة اه فبشوف الاجابات والسلبات ايه الجونج ازاي اللجوان اللي احنا جبناها جبناها ازاي بحيث ان احنا نشوف الاخطاء نتبقى نعدلها اول باول كابتن صالح بتتكلموا مع العبة في الارقام اللي قدامكو دي يعني طولا انا النهاردة ما احنا جايب ستة وستين الاف انا عايزة زود الاهداف في مباراة تبقى كسبان عشرة طولا انا عايزة حداشر واثناشر وثلاتاشر وزود وفي نواحة الدفاعية دايما يبقى فيه كلام مع الخط الدفاعي والشغل التخصصي طبعا بعد كل مباراة بنشوف احنا الاجابيات اللي كانت عندنا ايه اه بنتكلم فيها طبعا فيه سلبيات هنتكلم عليها لان لازم ناول باول صح اخطاءنا اه بالنسب العدد الاهداف الكتير ده طبعا اه اساس ان احنا اللعيبة اللي عندنا اللعيبة الراس الحرب عندنا مميزين جدا نازم تلعب برجلها كويس جدا نازم تلعب بهدرس كويس جدا فخلق الفرص كتير الشكل العام بصفة عامة عندكم تنوع في الاحراز الهدافة بالضبط كده فيه ناس بتشوت من برق فيه شوت ملعب فيه كرات عرضية فيه واحد ضد واحد وبيروح يجيب جون حلول فردية فيه حاجات فيه شوال كتير الكرات السابتة طبعا لو فيه اخطاء بالنسبة للمدفعين ازاي نشتغل مع بعض نلعب هنا تنوع وكرات العرضية زي ما انت بتتكلم المدفعين كمان بيلعبوا ازاي بيلعبوا بشكل متوازن جدا وقفين كويس جدا تمركزهم واضح جدا في الملعب كل ده بنتكلم فيه بص هنا الروح هنا وبيزحلق وبيعمل بالعرض ورفع عينه وهنا هدف من الهدف الحلو فكبر ياسين محسن بكرا التعامل في السن ده سهل ولا فيه صعوبة شوية الله يوه اصعب ما فيه ان انت ازاي تقنع الولد بالخطأ هو في السن ده محدش بيقتنع غير ما بيشوف بعينه ان انت تقنعهم يعني مارا جينا من ضمن المحاضرات بتاعة المباريات ما اتكلمتش خالص جبت فيديو كويس اللي برشلونة وريال مدريد هم بيلعبوا وبرشلونة كسبان اربعة وفي الديقة ستين تقولوا بص الكرة سهلة ازاي انت بايدك ان انت تخليها سهلة وبيدك تخليها صعبة انت المتحكم الوحيد في ان انت تستمتع او تطلع متضايق ومش طايق نفسك فكل مرة كان يعني بصراحة بمساعدة الجهاز بحاول الاقي حاجة مختلفة ازاي تقنع الولاد بيها الولاد في السن الصغير عشان يقتنع بالخطأ بتاعه فمحتاج وقت كتير ومحتاج ان هو يتمرن عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة احنا عشان مثلا الكرة السابتة دي ان ازاي تطلع وما تغمطش عينيك عادنا فيها مثلا لا يقل عن شهرين يوعد يتعلم يوعد يتعلم ومواقف مختلفة وحاجات سهلة كان الكابتن صالح يوعد يوقف اللعيبة والثقة كابتن السقة كمان للولد او لللاعب اللي في السن ده مهمة جدا ان انت تحفزه تدعمه تدله ثقة بشوف مدربين كابتن صالح يوقف على الخط وينتقض يزعى اللعيب بالعكس لو غلط بتشجعه لازم نديله دايما نحفزه ندعمه لما بيغلط لا ما ينفعش ان انت تقول له عيب ومش عارف ايه وتزعى فيه ومش عارف ايه والصوتك يعلى عليه لا لازم في المرحلة ده لازم يكون عنده ثقة نفسه اللعيب اللي عنده ثقة بيطلع احسن ما عنده على العكس تماما لما اكلش واحد يزعى للعب انا لو بزعى له ومش هدي حاجة ممكن تلاقي واحد بيقلى خلاص مش هادر يطلع على عنده هيفقد الثقة في نفسه تنوع في الهداف زي ما انت تقوله فيه تزديد فيه هنا كرات عرضية كرات سابتة يعني ما شاء الله فيه تنوع كبير هو دايما كنا في الفينيشنج بنختار حلول كتير يعني مثلا فيه تدريبة سابتة في الاسبوع دي فيها شوتنج باس باس شوت يعني ما فيهاش فلسافة مثلا جمل بتبقى فيه روتيشن في الخط الأمامي اللي يخش مكان الديفندر بيروح فرود الفرود بيروح وينجرايت فده بيخلي فيه تنوع فالولد طول ما انت مديله ثقة ومديله أريحية ايان حاجة الوحيدة اللي احنا كنا منزعها لو هو تجاوز الأخلاق بس ان انت بتقيمه وبتقوم سلوكه وبتعدل سلوكه بس هو أورفنية مدي أريحية لازم مرتاح هو ميلعب يا كابتن لازم اللاعب في الملعب يكون مرتاح أولا هو نازل يلعب عايز نقوله استمتع انت بتلعب اه مطش وبتلعب دوريات والثلاثة بونت مهمين والمكسب مهم بس أنا كمان لازم كلعب كرة استمتع ده شرط انت لازم تستمتع بلعبك انت راجل جاي تلعب كرة عشان توصل لفين انت هدفك ان انت تتكمل وتروح للفريق الأول بس وانا بلعب لازم أكون مستمتع عايز نروح للصعوبات بقى أكيد المسابقة فيها صعوبات زي احنا شايفين زي انا بقول لكم النادي الأهلي يعني بنية تحتية وملاعب وغرف تغيير ملابس والدنيا زي وأدوات ولبس وكل حاجة حلو الصعوبات اللي بيتواجوها في المسابقة أكيد ما بتلعبوش كل مباراة على ملعبنا فانيت نص فيه مباراة تطلع برا ملاعب أخبار هاي اللي بتلعبوا عليها فيه ملاعب كويسة فيه ملاعب وإعشاء أنا عايز أقول لحضرتك فيه ملعب لعبنا عليه فيه جون غير الجون يعني مرمى مرمى سوباعي ومرمى حداشر يعني كمان في ميل دي حاجة التانية الأرضية طبعا كتنجيل طبيعي كتسيئة جدا اللهي أنا فيه مطش لعبنا يعني أول مرة في حياتي أنا ابتديت تدريب مثلا من عشر سنين أول مرة أقول للعيبة تلعب لونج بس اللعيبة مش عارفة تعمل بس مفيش الأرضية صعبة جدا فكنا لقينا عبال ما بنوصل فيكون الفرقة كلها تكتلت فبتخطي في 18 فبتطريتنا نعمل كده وده مش أسلوبنا خالص ولا أسلوب النادي ولا حتى أسلوب التعليم حتى في السن ده فهي أغلبية المشاكل بتبقى في الملاعب في إمكانيات حتى مثلا فيه رحنا ملعب مفيش قوضة يا دب قلنا المحاضرة وإحنا مقفين في الملعب كده لو بالإضافة كابت أن الصعوبات التانية أجسام كبيرة جدا أعمار كبيرة حاجة طبعا صعبة جدا مفيش ولد أنت تبتلعب تبتلعب معه إزاي فرق القوة واضح جدا فده من الصعوبات الكبيرة اللي بتقابلنا في المسابقة كمان في حاجة تانية برضو أنا شايفة أن الحاجة سيئة جدا أن فرق المستوى تبتلعب مع مستوى أحيانا أولايا جدا ضعيف وإنت النادي الأهلي السنة جاء موقع هتلعبه النادي الأهلي فأنت بتروح تلعب سوري يعني مع مستوى أولايا جدا ضعيف جدا أنا ما استفدتش حاجة أنا كنادي الأهلي في اليوم ده أنا ما استفدتش حاجة التمرين أحسن مني لو عملنا تقسيمة فده من أحد من الحاجات المشاكل اللي موجودة في المسابقة يعني بتفكروا أن من 14 سنة أول سن اللعيبة تلعب ملعب كبير لازم يكون إزاي دور الجمهورية هو ممكن تكون زمالك وإسماعيلي لا مستويات يا مستويات لازم أنت أنا عايز مجموعات بتحط مجموعة قوية بالفرقة المشاركة عشان تأهلهم لبنورايا لأ أجمع الفرقة الكوية عايز منافسين أقوية معايا أو أنا أبعا لازم يبقى منافسين أقوية ليه؟ عشان أطلع أنا أمكانيات لعبتي أنا بقعد أشتغل مع فرقة معظم الفرقة معظمة يعني شوية مستوى متدني في أربع خمس فرقة كويسين طبعا في المسابقة بس الباقي مش مش على مستوى ده ما بيخدمناش إحنا ما بيخدمش ما بيخدمش الناد الأهلي إحنا محتاجين منافسي إنه الجادول يبقى قوي عشان يبقى المنافسة قوية نتكلم فيها المنطقة القاهرة وهي يعني من المناطق يعني اللي بتسمع كويس وبتنفذ صراحة ياريه 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 وممكن لكل يوم وجهة نظر آه إن يقولك ده لسه أول سنة 11 فمش عايزين نحطه تحت ضغط كبير فيبدأ واحدة واحدة يتعود على الملاب 11 بعد كده فيه التصفية بس أهم حاجات دوري يكمل عشان نقدر إن إحنا نستفاد المجهود اللي حصل دوت والتطور اللي حصل في اللعيبة ده لازم يترجم تحت منافسة قوية ومنافسة تكون فيها نوع من أنواع العدالة ما يبقاش فيه لعيب مثلا إنت عارف إنه هو مسنن أو مزور وبيلعب عادية مجرد إنه مثلا ورق سليم ما هي فيه حاجات مقاومات تشريح الجسم الحاجات الخاصة بالتكتل بتاع العضلة والكلام ده كله ده بيأثر بيبقى واضح وبيبقى واضح يعني مش محتاج ورق فهي دي النقطة الأهم اللي تخلق منافسة شريفة منافسة تبقى بطريقة عادلة يعني تمام عايزة أكلمك يا بتصالح في الناد الأهلي وانتو شغلين ما شاء الله الشكل العام حاجة حلو من زي المدربين زي كله زي بعضه اللعيبة قضة اجتماعات مدير فني كابتن بدر رجب بنية تحتية مناعب أدوات كل حاجة أجهزة فنية ما شاء الله بنقول أجهزة الفنية بنقول مدير فني مدرب عام بنقول مدرب حراس مرمى أجهزة إدارية أخصاء علاج طبيعي الناد الأهلي موفر كل حاجة طبعا محضوطك لما تشتغل في بيئة فيها كل حاجة جهزة الشغل يبقى سهل كل حاجة متوفرة بالنسبة لك أدوات الملاعب ده غير الأجهزة الفنية كاملة ده كله ده بيسهل 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 الشغل أنت تقدر تشتغل تقدر تعمل إنتاج كويس فده طبعا في الناد الأهلي الموفر طبعا كل عندنا ملاعب كتير وعندنا يعني كواردة كتير في اللعيبة كمان ده برضو حاجة كويسة الناس كلها بتوعدوا إن شاء الله بيبان من دلوقتي اللعيبة يعني بتقولوا إن شاء الله فيه لعبة ممكن تبا مباشرة الدرجة حتى في السن الصغير في السن ده أقدر أقول في سنة اتنين أو تلاتة لعبة يروح على الدرجة الأولى أقدر أقول كده في المستقبل إن شاء الله بنسبة لنا وجهة نظر أنا يبان من الوقتي يبان يا أكدرحمد يبان طبعا من عقلية الولد يبان حتى شخصية بتاعته مشتوى التطور بتاعه وشخصيته كل ده بيأهله إن انت تقدر تقول عليه لعيب نوالي الفريل الأول الظبط فلا بيبان من دلوقتي ومن خل كمان التدريبات وتعرضه المواقف مختلفة فبيكتسب خبرات جديدة فده اللي تقدر تقول آه بيتصرف صح لا بيتصرف غلط لا فعلا شخصيات تليق بالنادي الأهلي وتليق بالفريل الأول تقول تلي بتفرجتهم على مباراة البرشلونة برشلونة كانت برشلونة ومين الريال مدريد الريال مدريد خمسة أكيد بتجيب لهم خمسة سفر خمسة سفر أكيد بجيب لهم مباريات للنادي الأهلي فريل أول ممكن في كاس العالم الأندية ترجع تاني يوم للعيبة بعد ما مباراة خلصت تقول لهم من بارح اللعيبة أجادت في كذا وكذا وكذا وكان فيه خطأ في كذا وكذا وكذا فيه كان كاس العالم الأندية كنت برضو وردتهم على موقف في البلد أب لما كان بجيب لهم المواقف أه طبعا وبقى أطعها لهم حتى المطشاط بتاعتهم برضو بقى أطعها لهم ببدأ أفراجهم إن ده أنت عشان توصل للمرحلة دي فمحتاج تعمل كده محتاج أن أنت تكون عندك ثقة والثقة دي مش هتيجي من فراغ مش هتيجي يعني بسهولة محتاج أن أنت تتعرض لمواقف كتير قوي زي الفريل الأول بيتعرض لها والضغط إنك تلبس شرط النادي يعني إحنا في أول السيزون كنت دايما ضغط عليهم مثلا بالنرفازة بالصوت العالي كنت دايما يا جماعة مقول لهم اللي بيلبس شرط النادي لازم يتحمل الضغوط مش أي حد يجي لبس شرط النادي لأهلي فأنت عشان تقدر تاخد قرار تحت الضغط هو ده أساس لعبة الكورة فكان ده كل ده بيبقى عن طريق مواقف فيديو بيشوف اللعيبة باتصرف إزاي فأنت بتخلق له نوع من أنواع الأهداف بيتصورها قدامه عشان يقدر يوصلها في يوم الأيام يعني التطور مش تمرين بس التطور برضو جزء منه المحضرات النظري النظري طبعا لازم يبين واللعيب ممكن يشوف نفسه كمان هدفه ايه طموحه ايه في الحياة طموحه ايه كلاعيب كورة يوصل لفين ده مهم جدا ويفعلم من تجارب السابعة يعني اللعيبة طبعا لازم دايما اللعيب اللي عنده شخصية بيبقى عنده هدف واضح بيبقى باين عليه ده عايز يبقى لعيب كورة فده بتحط تقول ده هيترع منه حاجة لأنه قارب يعمل ايه فطبعا ده مهم جدا فلا اللعيبة اللي عنده شخصية اللعيبة اللي كمان اللي عنده توازن اللعيبة اللي بتسمع اللعيبة اللي تبقى عنده انتزام وعنده انضباط في الملعب وبتنفذ من غير ما يعني في لعيبة طبعا انت بتشوف لعيب صغير عنده 13 سنة عايز يطلع كل حاجة عايز يودر امكانياته للناس عايز سيب ديله فرصة يشتغل ما هو بيتحسر بيتطور ما قتلش فيه الجزء اللي هو اللي ايه اللي ايه ان انا شغاله انا بفكري اول ما يستنع اول عباس لا خليه يشتغل ادله فرصة ادله الريحية انه يشتغل ويطور نفسه تمام فرصة انتم موجودين معايا واحنا عندنا مباراة يوم الخميس القادم مصر امام منتخب غانا وكان فيه تعادل اول الناس كانت زعلانا شوية امام مزنبيك شايف المباراة اللي جاية ازاي وابرز الاخطاء اللي فيتوريا لازم يخلي باله منها في المباراة اللي جاي ايه رقم واحد يعني انت اكتر حد عارف الفرقة بتاعتك مفيش حد فينا هيقعد يعلق زي ما حضرتك شايف وعارف امكانيات كلها يعد مينو ما تلعبش مينو اهم شيء تختار النوعية المناسبة اللي انت هتشوفها هتحقق اهدافك يعني اللي احنا شفناه في المطش اللي فات اللي شفنا انا اسف شكل ولا فلسفة ولا اي حاجة تحس ان مثلا اللعيبة مش حافظة يعني فيه اللعيبة مش عارفة اصلا انت حرك ازاي فده معرفش هل ده يعني ممكن يكون فيه مشكلة في التدريب او فيه حاجة معينة انت كنت عايز تعملها او هي ما حصلتش فاكتر حد هيقدر يقيس الحاجات اللي محتاجها هو الكوتش انا ما قدرش اقول هو هيعمل ايه بس هم شيء ان انت لازم بتعالج اخطاء المطش السابق بشكل سريع جدا عشان تقدر ان انت تلاقي لها حلول وعشان تقدر ان انت تجريها بسرعة وما نقاشش على ذكريات الماضي انت عندك برضو لسه فرصتين ان انت ممكن تكسب المطشين دول فخلاص تتأهل فهي دي النقطة فان انت اهم شيء تختار نوعية اللعيب المناسب في المطش اللي جاي ممكن نكسب غانا كابتن صالح ممكن جدا طبعا ان شاء الله نكسب باذن الله بس بشرط انا متفق مع الكابتن احمد انه لازم يدور على اللعيب المناسب في المطش ده انا كمان عايز اقول انه لازم يلعب اربعة تلاتة تلاتة ومراوان اه ومراوان اعطيها بقى اوه ستة ان اني مثلا علي مينو امام عشم بس يبقى مراوان هو اللي يبقى ستة محمد صلاح محمد صلاح وينج يلعب وينج ما هو دخله في عمق الملع يرجع وينج يلعب مكانه الطبيعي في ليفربول واللي بينتج منه وحتى لما كان بيلعب في روان يرجع للعب القديم تاني طريقة اللعب القديم اربعة تلاتة تلاتة صلاح وينج مراوان مراوان ستة ان شاء الله نكسب اشرفتنا ونورتنا كابتن ده فرص عيدة جدا يعني شوفناك وتعالى استضافتنا كابتن وشكرا جدا على قصة البرنامج طبعا اشرفتنا ونورتنا كابتن احمد اشرفت بحضرتك كابتن السعيب ان شاء الله نتقابل المورات اللي جاية بإذن الله تملكوا ان شاء الله التوفيق في المبارات الجاية وان شاء الله تحسموا لنا بطولة الموطيع 2010 بإذن الله ومتصدرين لنهاية المسابقة ان شاء الله شكرا جزيلا بشكر حضرتكو شكرا جزيلا وبشكر ضيوفي الكابتن احمد عطية والكابتن صالح المغازي وزان بقولت لحضرتكو عندنا لعبة مميزة وايضا عندنا في فريق 2010 لعبة مميزة تسمعوا عنها ان شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله شوف حضرتكو ان شاء الله لسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال شكرا جزيلا